يعني احنا محتاجين ان احنا نقرب اكتر من حياة ولدك علي اسماهيل كان اسطورة في عالم الموسيقى هو كان عارف ان هو شاطر هو كان عارف عرفتي منين ان هو كان عارف ان هو شاطر هو كان عنده سبحان الله يعني ربنا مديله الموهبة ومديله اتكار وغزارة في الانتاج ومختلف فهو كان من هو صغير هو عنده التارجت ده ان هو ايه بقى ابقى مميز اجدد حلمه ده ده كان حلمه يعني كان بيودي يحكي لنا ده حلمه اللي هو انا حبقى مختلف انا حطور انا حاجدد انا منعكش يعني هو كان دايما يقول انا منعكش حتى الرئيس عبد الناصر قاله امتى هتعمل شعرك يا علي اوه عشان شعره قاله امتى لا ما كانش يقول انا منعكش عشان شعره هو كان شعره كده هو بيحبه كده لكن زعيم جمال عبد الناصر قاله انا عايز اشوفك حلق شعرك نفسي وفعل الحفلة اللي بعدها قص شعره وما كانش متداق انه قص شعره او حس انه بغربة عن شكله لما قص شعره اول لحن الموسيقى علي اسماعيل لو انت عندك معلومات لحنه هي مونولوجات مجموعة مونولوجات لمين لشكوكه في كازينو بديعه ببعز الدين لان هو بدايته كانت الانطلاقة بتاعته كانت من هنا في الكازينوهات اللي هي بتاعت عماد الدين فضلي هو بعد المرحلة دي عمل كازا حاجة قوية جدا اولا عمل فرقة السلاس المرح قبلها عمل دع سمائي لا هو انا مع احترامي دي كنت الاثنين انا عايزة عرف تدى المونولوجات ازاي والقصة وصلته بقى للي سوهير سألته يعني انا عايزة عرف القصة من الاول قبل ما نط على اكتر من حاجة يبقى هترجعي قبل كده خالص اه رجعيني لو انت عندك المعلومات عندي طبع يعني قوليلي مين اكتشف هالي اسماعيل مين قاله سيبك من المونولوجات وتعالى بقى لا مفيش خالص لا كمال ايه اللي حصل هو اولا والده جدي كان قائد موسيقات فرقة الحرس الملكي حلو فهو موسيقي هو تربى في ده اوكي بعد كده هو التحق بالتجنيد عادي درس الموسيقى في موسيقات الجيش بعد كده ابتدى ده حلم له يعني هو جواه يعني ماهبته جواه لسه غدوتي ما عملش ولا لحب وحطت ايده عليها وعارفه عايز ايه بعد كده ابتدى ينزل السوق التحق بفرقة الأستاذ محمد عبد الوهاب ترجمة نانسي قنقر